اسم الدرس أتدرب على حل المسائل ألف أقرأ المعطيات في الجدول واللافتات المسألة البداية التعليمة أولاً أملك 780 مليم كم بقي عندي؟ ثانياً لفلاح 93 رأس غنم كم عدد الأغنام التي باعها ثالثاً يتصلق مغامر جبلاً ارتفاعه 2500 متر أبحث عن المسافة المتبقية 32 قلم حبر 430 مليم 895 متر قصة 1250 متر ألف ومئة وخمسون متر خمسة آلاف وتسعمائة وثمانون ديسي متر مئة وثمانون كراس ثلاثمائة وأربعون مليم خمسة وثلاثون باء أكون المسائل الممكنة وأجيب عن المطلوب فيها الإجابة المسألة الأولى أملك سبعمائة وثمانون مليم وأريد أن أشتري كراساً وقلم حبر ثمن كل واحد على التوالي ثلاثمائة وأربعون مليم وأربعمائة وثلاثون مليم المطلوب كم بقي عندي؟ المبلغ المتبقي يساوي سبعمائة وثمانين ناقص ثمن الكراس زائد ثمن قلم الحبر ثمن الكراس زائد ثمن قلم الحبر يساوي ثلاثمائة وأربعين زائد أربعمائة وثلاثين يساوي سبعمائة وسبعين مليم ثلاثمائة وأربعون مع أربعمائة وثلاثون سفر مع سفر يساوي سفر أربعة مع سلاثة يساوي سبعة سلاثة مع أربعة يساوي سبعة إذن تكون النتيجة سبعمائة وسبعون المبلغ المتبقي يساوي 780 ناقص 770 يساوي 10 مليم 780 إلا 770 0 إلا 0 يساوي 0 8 إلا 7 يساوي 1 7 إلا 7 يساوي 0 إذن تكون النتيجة 10 المسألة الثانية لفلاح 93 رأس غنم باع للحريف الأول 35 وللحريف الثاني 32 المطلوب كم عدد الأغنام التي باعها؟ عدد الأغنام التي باعها يساوي عدد الأغنام التي باعها للحريف الأول زائد عدد الأغنام التي باعها للحريف الثاني 35 زائد 32 يساوي 67 رأس غنم 35 مع 32 5 مع 2 يساوي 7 3 مع 3 يساوي 6 إذن تكون النتيجة 67 المسألة الثالثة المسألة الثالثة يتصلق مغامر جبلاً ارتفاعه 2500 متر تصلق في مرحلة أولى 1150 متر وفي مرحلة ثانية 895 متر المطلوب أبحث عن المسافة المتبقية المسافة المتبقية تساوي ارتفاع الجبل ناقص المسافة التي تسلقها المسافة التي تسلقها تساوي المسافة التي تسلقها في المرحلة الأولى زائد المسافة التي تسلقها في المرحلة الثانية 1150 زائد 895 يساوي 2045 متر إذن تكون النتيجة 2045 المسافة المتبقية تساوي 2500 ناقص 2045 تساوي 455 متر جيم ما هي اللافتات التي لا يمكن إدراجها في مسألة من هذه المسائل؟ الإجابة اللافتات التي لا يمكن إدراجها في مسألة من هذه المسائل 5980 ديسي متر 180 قصة 1250 مليم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة